أنت معروف أستاذ حسام بحكي بالوسط المحيط فيك أنك بتعمل جو وصاحب نكتي وهلأ نحن كنا عم نضحك قبل الهوى على أكتر من قصة أنت ذكرتها ليش فيه أشخاص مركزين على أنه صور حزينة اللي حضرتك يعني بياخدوها من مشاهد لأعمال قديمة وأطلقوا عليك هذا اللقب أنه ملك الحزن أو الفنان الكئيب أو الفنان الحزين وإلى آخره من هاي الألقاب كيف أنت بتشوفها وليش بيدأيك لقبوك بهذا اللقب طب شوف هلأ أنا يمكن حدا كتب زمان وهيك بوست أو ملحقوه كانوا عملي صفحات مخصص هلأ يعملوا بيعملوا هلأ أي واحد بيعمل يعني نحن قديش عددنا 25-26 مليون 26 مليون ممكن يعملوا صفحات بس لألك شغلة يقولت لواحد بيكتب كلمة الفنان الحزين طب هذا شو يقوله علاقة بالفن أو بالدراما في حدا له علاقة بالفن أو بالدراما بيكتب فنان حزين ما بيقدر يكتب هيك فنان حزين يعني بكل بتوصيفات الدراما كلها ما في شي اسمه فنان حزين في فنان عم يشتغل دور مرة بينجح مرة ما بينجح مرة بيكون لامع مرة ما بيكون لامع منحكي من انتقد نحن أداؤه لهي الشخصية هوتلي بكون أنا شخص أكاديمي بعرف كيف انتقد أما كلمة فنان حزين يعني مين هذا عملا يعني عرفت شو هاي يعني هاي ما لا علاقة بالفن ولا لا علاقة بالنقد ولا بالكتابة ولا بأي شيء طيب هي ما لا علاقة بس ليش ما بعرف ليش يعني لأنه بيحطة يعني منحن ما حطولي غير شغلة يعني فنان حزين منيحة لأنه في أكتر من أحدا قال لي بدنا نسمع صوته حكتو لا لا لكن لا والله يعني هلأ أنا معروف بالوسط الفني بس يجي على اللوكيشن خلاص بدو يقلب في نكتة وفي مزاقه بدو يقلب لفرح ولكوميديا ولجو حلو كتير طبعا بالحفاظ ثماما على على سوية الأداء أكيد أكيد أداء شيء العلاقة بالكواليس بس أنه بيكون في حضور حضور فيه إله هيك شيء من الابتسامة والفرح وكلنا بيحاجة للفرح والحب أهم شيء الحب قبل الفرح أنت هلأ في أنت أبو فرح أبو فرح نعم أقول المصيبة يعني أنه بنته الكبيرة أبو فرح نعم بنته الكبيرة الأستاذ حسام معقول لك في حدا حزين يسمي فرح يا رجل أبو فرح أبو فرح إذا كنت حزين لهالدرجة بسمي فرح هاي الفكرة بسمي عبس مثلا بنتي يطلع اسمها عبوس مثلا أو حزون ففرح وجيانا بنتك الصغيرة هي بالمعهد العالي فرح بالمعهد العالي سنة ثالثة أعتقد الله يوفق يا رب لجيانا من سلم عليها جيانا عيد كمان جيانا عيد الصغيرة جيانا عيد الصغيرة وفرح جيانا وفرح عيد بس يشوفوا هاي التعليقات هنا أكيد هلأ مثلا جيانا من جيلنا يعني أكيد بالتعبع سوشل ميديا وفيسبوك وإنستجرام إلى آخر بصير بتحكو يعني بين بعض بالعائلة كيف بيشوفوها لهي التعليقات هل شي مرة صارت وفات وحدا استفزن لا يكتبوا الشيء مثلا اي اي بتصير هلأ تحديدا عند فرح الكبيرة يعني فرح ما أنا عايشي هون عايشي بدبي اي فوقت اللي بنكتب شي عن أبوها يعني بتصير معها فعلا حالة اكتئاب يعني الجيانا الصغيرة مستوع بالأبور وبتعرف كل المجريات يعني عرفت شو بس فرح البعيدة يعني انت تتصور حدا عم يكتب عن أبوك هاد الحكي اي فرح كتير بتدايع وبيكتبوا يعني حتى زوجتي يعني مرة انكتب بوست عني بالشيء له علاقة هلأ أول شيء في صفحات مزورة كتير اي انت عطيها بتعرف المفنانين كلهم عندهم صفحات مزورة فأنا اضطريت أعمل صفحة وهي جيانا اللي عملت لي الصفحة لأنه ما كتير هي العلاقة بهاي المواضيع لا ترد يمكن او لا تتواجه لا لأنه صار ينكتب على الصفحة اللي عاملين المزورين حكي مو طبيعي باسمي يعني واحد من الصفحات كاتب انه حسام عيد أنا لا أطيق أحدا في هذا العالم وأنا أكره بلدي وأكره دولتي يعني أنا استغرب اه انفحال شخصية لكذا انتحاد طبعا كلهم اللي عملوا صفحات انتحاد فأنا ما أعرف فوت على التلفزيون على المبنى يقولي لك يا استاذ حسام ليش كاتب يقولهم بشو كاتب يقولي ما عندي صفحة لعدة اكتب يعني صار فيه كتير أوفر يعني منتحلين الشخصيات فالعالم طب شو يعرف العالم انه هذا منتحل يعني أول شيء أصدقائك الفنانين كلهم عملوا طلبات صداقة لأنهم فكريين انه هذا حسام عرفت شو فوقت لي صار أوفر كتير بالحكي اللي يحكي قلت لي اجيت بنتي قلت لي ابي خلاص لا اعمل لك صفحة يعني ونلغي هذا ونكتب هذه ليست صفحة حسام عيد وانا باللقاءات مثلا على التلفزيون على الهواء قالهم ما عندي بس الناس ما كتير يعني مو كل الناس اللي راح تشوف اللقاءات فاضطريت بالنهاية اني اعمل صفحة باسمي مناتها فرح بتكتئب بمطارح معينة بس تقرأ هاي التعليقات طبعا زوجتك قلت لي مرة أصدقك انه هي عملت لك الصفحة يعني هي كتير لا لا زوجتي كمان مرة ما بعرف شو شافي التعليق يعني ما له علاقة بالمصداقية ولا واحد بالمليون فهي ما بعرف انا كيف بيردوا حتى فردت على هاد الزلم اللي عامل شو بيقلولو الحساب الحساب هاي التعليق اللي كاتب هو ايه صار في اخذ ورد بيناتهم اخذت ايه فاعتذر يعني يعني قالت لهم طلع لك ما بيعرفني يا رجل الزلم يعني ما بيعرفني شخصيا يعني فاعتذروا محل وتأسف يعني فليش هيك ما عمد شكرا